قامت لجنة الحجاج النيجيريين المسيحيين إنه من المتوقع أن يؤدي عشرة آلاف نيجيري الحج المسيحي هذا العام في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين وقال السكرتير التنفيذي للجنة أثناء حفل أقيم الاستقبال 365 نيجيريا عائدين من الأردن إلى بلادهم إن اللجنة قامت إلى الآن بفرز أربعة آلاف النيجيري يرغبون بأداء الحج المسيحي خلال العام الجاري وكشفا أن الفوج الأخير من الحجاج أعربوا عن ارتياحهم خلال رحلة حجهم وخاصة إلى المغطس ومواقع الحج المسيحي الأخرى حيث عادوا وهم يحملون انطباعا رائعا عن رحلتهم إلى الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين